اشتركوا في القناة في بناء دولة المدنية الحديثة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه تسابق بها الزمن ومتغيراته برؤية ثاقبة للمستقبل مشاريع استراتيجية عدة تمضي بها البحرين قدما منها توسعة مطار البحرين الدولي والبدء الرسمي للدراسات التنفيذية لإنشاء جسر الملك حمد في ظل جهود متواصلة تستنير برؤى جلالة الملك المفدة لمواكبة وطيرة التنمية العالمية ورفض الاقتصاد الوطني كما نثمن الجهود المستمرة بتطوير قطاع النقل والمواصلات الذي يشهد بدورة تنفيذ عدد من المشاريع ومنها توسعة مطار البحرين الدولي والبدء الرسمي للدراسات التنفيذية لإنشاء جسر الملك حمد وذلك في إطار المشاريع الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطن جملة من المرتكزات أكد عليها الخطاب السامي لجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه شددت على ما حققته مملكة البحرين من منجزات لترسم طريق المستقبل أمام شعب البحرين المحور الرئيس والغاية للتنمية